أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حرصه الدائم على متابعة الأوضاع الصعبة التي يعيشها السودانيون جراء الحرب ولسيما ما تعانيه المرأة السودانية من ظروف بلغة الخطورة جاء ذلك خلال تلقي أبو الغيط مبادرة من وفد المجتمع النسوي السوداني لوقف الحرب في السودان ومعالجة تداعياتها وشدد أبو الغيط على حرص الجامعة على التواصل مع كافة الأطراف السودانية وانفتاحها على مقترحات كافة المكونات المجتمعية الرمية إلى دعم المبادرات الإنسانية لتقديم الإغاثة ومواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب السوداني خلال هذه المرحلة